أخيراً الجي تدخل عالم الميني ال اي دي شفنا ابل استخدمتها في الايباد كذلك بتكون شاشات الماك ومتوقع نشوفها اكثر اكثر مستقبلاً والليوم بشرح لك فكرة تقنية الكيو نيد واشتفرق عن ال اوليد او الكيو ليد وتجربتي مع هذه الشاشة خلنا نتعرف عليها في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا ومسهلا وحيكم الفيديو جديد معنا عبدالغفيص والليوم بتكلم عن تلفزيون الجي الكيو نيد الميني ال اي دي سلسلة التسعين واللي عندي هنا هو حجم ال 75 بوصة والأهم بنشرح فكرة تقنية الكيو نيد اللي هي عبارة عن ميني ال اي دي واشتفرق عن الكيو نيد كذلك ال اوليد لكن كالعادة قبل تكمل الفيديو اشترك بالقناة لو كنت غير مشترك فعل جرس التنبيهات وانشر هذا الفيديو في كل مكان ولكل من تعتقد انه بفيده هالشي يساعدنا ويحمسنا لصنع محتوى اكثر وبسم الله نبدأ بداية لو نرجع وراء شوي نتكلم عن تقسيمات وانواع التلفزيونات والشاشات عندنا ال سي دي واللي تحولت بعدها ال اي دي اللي عبارة عن باك لايت او اضاءة خلفية وهنا بالمقابل في عندك ال اوليد اللي فكرتها انه نفس البكسل هو اللي يضيء ويصدر الاضاءة بدون ما يكون فيه لوحة او اضاءة خلفية طبعا التفوق كان صالح ال اوليد بحكم انها تعطيك الوان مشبعة كذلك لون اسود تماما يعني اسود اسود لان لما ما يكون فيه مثلا محتوى فيه مكان معين من الشاشة فيطفى البكسل نفسه وتحصل على لون اسود مية بالمية كذلك شفنا الكوليد من سامسونج اللي تعتمد على تقنية الكوانتوم دوت اللي فكرتها انها تحول الاضاءة الخلفية او الباك لايت الى اجزاء صغيرة وتشتغل في مناطق معينة حسب الحاجة بحيث انها تعطيك الوان افضل لكن لازالت انها تعتمد على اضاءات الال اي دي واكيد الال اوليد كانت افضل منها من ناحية اللون الاسود كذلك من ناحية التشبع طيب الان خلنا نجي للكو نيد اللي معنا اليوم والتي تعتمد على تقنية الميني ال اي دي اللي هي كوانتوم دوت لكن مطورة اكثر بحيث انه اضاءات الال اي دي نفسها صارت اصغر بكثير من الكو نيد وصارت تقريبا بحجم البكسل وهذا اللي بيعطيها عدد اكبر بكثير فعندك في شاشتنا اليوم 30 الف اضاءات الال اي دي مقسمة على 2500 منطقة بينما لو تقارنها مع الكو ليد اللي فيه حوالي 6000 اضاءة فقط فتقريبا اخذت نفس تقنية الكوانتوم دوت ولكن تعطيك حجم صغير مثل الاوليد يعني خنقول انها بين الاوليد وبين الكو ليد وهذا يعني انه لما يكون في اضاءة بتشتغل على اجزاء اصغر بكثير وتعطيك الوان افضل ولون اسود افضل من شاشات الال اي دي المعروفة طبعا الالجي هنا ادمجت بين تقنيات الكوانتوم دوت والنانو سيل مع الميني اي دي وصار عندنا الكو نيد فبتعطيك سطوع افضل وكذلك الالوان بتكون افضل بالمناسبة لو حبيت تعرف اكثر عن تقنيات الكو ليد وفرقها عن الاوليد فتقدر تشوف الفيديو اللي سبق اني سويته عن هذه التقنيتين وقدمت مقارنة بينهم اوكي بعد ما عرفنا الان التقنية الجديدة هي الكو نيد الميني اي دي خلنا نتكلم عن شاشتنا اليوم خلني ببدأ معكم موضوع التصميم فعندك هنا اطراف نحيفة على الاطراف كذلك الجسم بشكل عام نحيف اما من ناحية النظام فهو نفس نظام الجي الويب و اس وشخصيا مبسوط منه من ناحية التطبيقات كذلك المزايا وايضا الذكاء الاصطناعي او مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة فيه والربط مع المنزل الذكي وتقنيات محسنة للصوت وكذلك الصورة والتي تقدر تتحكم فيها بشكل كامل من الاعدادات طبعا في عندك دعم لتقنية الدولبي فيجين الاي كيو و ايضا الدولبي اتموس كذلك اله دي ار التن برو و التلفزيون طبعا يعمل بمعالج الاس افن الجيل الرابع كذلك من ناحية الالعاب عندك تقنية البروموشن مدعومة و تقنيات الفريسنك ايضا في عندك منفذ اله دعم للمي وعشرين هيرتز و هذا بيكون مناسب جدا المحبي الالعاب طبعا لو نتكلم عن المنافذ فعندك اربع منافذ اتش دي ام اي اثنين منها 2.1 و اثنين 2.0 ايضا في عندك منفذين اليو اس بي و فيه ال اوبتيكال الديجيطال اوديو اوت و منفذ الهيدفون و تقريبا اغلب المنافذ مدعومة كذلك البلوتوث و الواي فاي و زوايا الرؤية ممتازة و نفس الالوان ما رح تتغير عليك من كل الزوايا ايضا السطوع فيها ممتاز وهذا الشيء اللي اعجبني فيها فعطتني سطوع الكو ليد و الوان قريبة جدا من الوليد و طبعا هي متوفرة بدقة الفور كي او الات كي كذلك من ناحية الصوت فهو ممتاز عندك سماعات 40 واط تقنيات الذكاء الاصطناعي للصوت ايضا موجودة و الريموت في عندك الريموت الجديد اللي هو الماجيك ريموت من الجي و اللي يدعم الان اف سي في تقدر انك تشارك شاشة جوالك الاندرويد كذلك في عندك ايضا دعم الاربلاي 2 المشاركة شاشة الايفون فهذه مع الاجهزة الجديدة او مع الشاشات الجديدة من الجي صار في عندك دعم للآيفون كذلك للاندرويد اما من ناحية وجهة نظري الشخصية فاشوف ان الكونيد ممتازة بشكل عام قدمت وضوح تشبع للألوان ممتاز ايضا اللون الاسود جيد لحد ما اكيد ما يوصل للأوليد لكن كمستخدم عادي شخصة همك السطوع بشكل كبير مع مسألة الألوان فاشوف ان شاشات الميني اليد بتكون خيار مناسب لك واعتقد ان المستقبل بيكون هنا مع الميني اليد خاصة انها تقدم اداء مقارب للأوليد مع سعر تقريبا بنصف تكلفة الأوليد وهذه نقطة مهمة ايضا بجانب موضوع الصيانة المشاكل الاحتراق والامور هذه اللي كانت في الأوليد بتكون اقل بكثير هنا واتوقع انه هذا سبب اضافي الانتشارها واعتماد الناس والشركات برضو عليها طبعا تلفزيون الجي الكونيد الميني اليد متوفر الان بسعر عشرة الاف ريال نتكلم عن 2666 دولار تقريبا وتحصل الرابط بالوصف يشمل تفاصيل اكثر عن المنتج كذلك اماكن الشراء لو كنت مهتم اخيرا منتظر رأيكم بالتعليقات كذلك لو مهتمين انه نتكلم عن تقنيات مختلفة ونشرح فكرة من هذه التقنيات ونقارنها مع بعض فاكتبها لي بالتعليقات لا تنسى الاشتراك واللايك واشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم